اشتركوا في القناة موضوع عنوان وقفتنا في هذه الحلقة تحديدا نسميها القناعة أم نسميها الرضا كيف تكون كيف نشعر بها ومعها حزمة من التساؤلات حياك الله ونشاهد الله يحييك يا مرحبا فيك في الأخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات حقيقة موضوع القناعة والرضا ندمج في بعض وكل منهم يعني يصب في قالب الآخر القناعة يعني مطلوبة حقيقة والرضا مطلوب لأن كثير من الأمراض اليوم الأمراض ليست فقط البدخيل هي أمراض يعني عضوية العضوية ربما تعالج وتنتهي لكن أعظم من الأمراض العضوية هي الأمراض النفسية والمرض النفسي أمراض القلوب والمرض النفسي هذا سبحان الله له آثار مباشرة على المرض العضوي يعني سبحان الله كانها إشارات من العقل والقلب تعطي إشارات للجسم ولاحظ معي بدخيل إنسان إذا كان يعني سبحان الله مهتم ومغتم غالبا غالب الناس إذا كان عنده هم وغم حتى الطعام إش لا يقل الطعام نتيجة عدم أكله للطعام يضعف إش الجسم ويهزل الجسم ويصاب بفقد من المعادن ومن الفيتامينات وإلى آخره فتبدأ أمراض تصيب هذا الإنسان سببه الأول إش السبب النفسي ولذلك أنا أرى أن من أعظم الأمراض وأخضر الأمراض التي تمر بالإنسان هي الأمراض النفسية لأن المرض النفسي سبحان الله يلازم الإنسان لاحظ كلمة إش يلازم ويصاحب الإنسان تخير بدخيل أنت الآن تذهب إلى تذهب إلى فرح يفترض أنك تكون إش فرحان ومستبشر بذهابك لكن معك شيء يلازمك ما هو؟ ما الذي يلازمك؟ قلنا الهم يلازمك الشيء النفسي تذهب تسافر تذهب إلى فراشك إلى عملك حتى العلاقات ودخيل معي حتى العلاقات تسوء بينك وبين الناس بسبب ماذا؟ الهم بسبب الهم الذي استعاذ منه الرسول عليه السلام اللهم يعذوك من الهم والحزن يعني حياتك كلها تتدمر والسبب؟ الهم السبب هذا المرض الهم الذي هو عدم القناعة ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل صباح كل مساء يدعو اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال لو تلاحوا غالب هذه الأمور غالبها غلبة الدين قهر الرجال الحزن كلها تصب في مصب واحد وهو ما يجب للإنسان ألهم إذن قضية هذا المرض الخطير له أسبابه طبعا الأسباب كثيرة لكن من ضمن أسباب هذا المرض الخطير الذي إذا أصيب به الإنسان لم يسعد ولن يهنى ولن تقر له عين مهما آتاه الله سبحانه وتعالى من أولاد من أموال من منصب من مكانة اجتماعية ما دام الإنسان لم تكن عنده القناعة لذلك يقول الشاعر خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدني وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هالراحة منها بغير القطني والكفني يقول خذ القناعة من دنياك القناعة من دنياك الدنيا كلها خذ منها إيش؟ القناعة وإن لم يكن لك منها إلا مجرد إيش؟ راحة البدن فالإنسان الإنسان إذا كانت عنده القناعة إذا كانت عنده القناعة عاش قرير العين مرتاح البال منشرح الصدر إذن لا بد أن نبحث عن هذه القناعة التي فيها السعادة وفيها الراحة كيف؟ اليوم الناس بعض الناس وليس الكل لا يرضى بما قسم الله له من مال وهذه عدم قناعة لماذا فلان عنده كذا من الأموال وأنا عندي كذا هي واردة خلن نسقط في مجتمعنا دكتور طيب ما يعجب العجب اي نعم هذه نسمعها عنده فلوس فلان راتبك هذا ليش ما يصير مثل فلان فلان عنده تجارة ليش ما يصير فلان فلان عنده ابنه هي واردة لكن العلاج يا دكتور طبعا صحيح العلاج لكنها قضايا كثيرة يعني سواب أبناء فلان متفوقين في دراستهم ربما يكون فيهم عيالي مثلا فلان عنده كذا يعني كل مقاييس الحياة لا تروح فلان صارت بين الأرحام للأسف ولا يدكتور وهذه مصيف الله من رحم الله وهذه آفة خطيرة إذا كانت بين الأرحام تعرف بدخيل أن نهايتها ماذا التقاط النهاية شنو؟ تعرف نهايتها إذا كانت بين الأرحام بعرف نهايتها إذا سمحت لي بعد الفاصل إن شاء الله إذا مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وبرنامج وغفاته مجددا نسمحونا نرحب يضيفنا وضيفكم دكتور مشاع الترك الضفير الإمام الخطيب وزارة لوغافش والإسلامية حياك الله مجددا الله يحياك يا مرحبا تساؤل خرج قبل الفاصل وذهبنا إلى الفاصل وعدنا من الفاصل وكان الحديث مثال البعض وليس الكل فلان ليش عنده فلوس أنا ما عندي فلان ليش عنده فلوس فمبالك فلان هو بعيد فمبالك عندما تكونوا من الأرحام وأنت ذكرت شغلة نسمحه مرة ثانية نعم إذا كانت بين الأرحام تكون أعظم إذا كان هذا عدم الرضا وعدم القناعة بما آتى فلان وآتى فلان تكون أعظم لأن مآلها إلى القطيعة ومآلها إلى التنافر ومآلها إلى الحسد الذي ليس بعده علاج يقول كل العدوات ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك عن حسده يعني كل عداوة ممكن تموت هذه العداوة لكن الأساس حسد مصيبة مصيبة لماذا؟ لأن الحاسد لا يرضى إلا بزوال هذه النعمة عن المحسود هي نقيض الغبطة أن تدوم النعمة لدى الآخر وأن أرزق بمثلها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أخشى عليكم الفقر لا أخشى عليكم من الفقر ولكن أخشى عليكم أن تدخل عليكم الدنيا ثم بعد ذلك فتتنافسوها كما تنافسوها فقالوا يا رسول الله نكون كما قلت ونكون كما ذكرت قال لا بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون مرة ثانية دكتور قال بل أول ثم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون يعني هو شيء تنافس على الدنيا بينك بين أرحامك بعده يحدثيش تنافس الحسد بعد القطيعة والتدابر خلاص أنت في طريق وأنا في طريق ما السبب الرئيسي في هذا التقاطع والتدابر هو الحسد لذلك ينبغي المسلم حقيقة إذا رأى وهذا من العلاج بدخيل إذا رأيت نعمة عند إنسان سواء كان قريب أو صديق أو جار أو كذا ادعو الله عز وجل قل الله يا رب زيده الله يبارك له يبارك له وفقه لأنك أنت الآن لما تقول هذا الدعاء أنت تعالج نفسك أول شيء لأن من أسباب إزالة هذا الحسد أن تدعو للمحسود أن تدعو للإنسان هذا الذي عنده هذه النعمة تدعو له الأمر الثاني من أسباب العلاج يخي انظر إلى من هو أقل منك انظر لماذا اليوم الإنسان فقط ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا في الآخرة يخي انظر إذا رأيت إنسان محافظ على صوت الفجر مات طوفة صوت الفجر هني التنافس أفوقي هني خلي التنافس نعم إذا رأيت إنسان يختم القرآن في الطاعات والعبادات كل أسبوع يختم القرآن ما شاء الله هني تنافس إذا رأيت إنسان كل يوم ذاهب إلى العمرة والحج تسابق لهم ومتنافس بعد الله عز وجل ماذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال عز وجل فاستبقوا الخيرات هنا سباق منافس وسارعوا لكن لما ذكروا الدنيا ماذا قال الآخر ايش قال تنافس سباق مسارع لكن الدنيا قال فامشوا في مناكبها فامشوا على كيفك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وآجلها الذي قدر لها لا تخاف سيأتيك رزقك سيأتي كما يعني وهذه قضية مهمة هذا الرزق أشد حرص من الإنسان عليها يعني يأتيك رزقك أكثر ويحرص على أن يأتيك أكثر ما أن تأتي إليه ولن تموت نفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستكمل رزقها وآجلها الذي قدر لها إذن لماذا يحدث مثل هذه الأمور لا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم لا إلا حد لله تبي تعيش في هنا تعيش في راحة تعيش في طمأنينة تعيش في سكينة تعيش في استقرار تعيش في سعادة أبدية بإذن سعادة ليست أبدية أبدية في الأخلاق لكن تعيش في سعادة عليك بالقناعة والنفس هذه يعني كما يقول الشاعر يقول النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعي يعني يعني ممكن كل شخص فينا أن يستطيع أن يروض نفسه كيف يروض نفسه لها أمور كثيرة أسباب من ترويض النفس كثرة الدعاء لأن الإنسان إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده تدعو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قريب لمن دعاه سميع لمن ناجأ فتقول يا رب يعني تدعو الله أن يزيل عنك هذا المرض عنك هذا الحسد الدعاء كثرة الدعاء الأمر الثاني كذلك التأمل التأمل وهي قضية مهمة في نعم الله عليك لأن المصيبة هوين بدخيل هذه المصيبة إذا ألف الإنسان النعمة بمعنى؟ يعني الإنسان إذا ألف النعمة ما يشعر بها كيف؟ بمعنى أنت تشوفه اليوم تمشي بصحة وعافية ما تضل الصحة اللي عندك أنت اليوم تذهب تريد أن هذا المقصود بالتأمل أن يألف الإنسان النعمة كيف يألفها؟ يعني خلاص صير تعود عليها إذا تعودت عليها ما تشعر فيها يعني الآن لو جيت الإنسان مريض مقعد قل له ماذا تريد من الدنيا؟ يقول كيف يتصحة أخذ فلوسي كلها ويبتصحة سمعنا هالقصص بنختم بجملة كيف تكون؟ الجملة نقول ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس اللهم رزقنا هذا الغنى دنيا ودين إن شاء الله بما يرضي الله عز وجل ويحبه شكرا جزيلا دكتور شكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته فهم الله